الأسبوع اللي فات أنا كنت خارج مصر كنت موجودة في الأردن وتحديدا في فعاليات مهرجان جرش الحقيقة كنا بنصور برنامج بيت للكل وكنا بنحاول أن احنا كمان نكون موجودين في هذه الفعالية الجميلة اللي كلها فن وثقافة وفنون مهرجان جرش مش فقط مهرجان للغناء ولكن أيضا للحوار وللنقاش وللشعر وللقصة وبيبقى فيه فعاليات الحقيقة جميلة جدا الفندوق اللي أنا كنت موجودة فيه كان فيه معظم الفرق وكنت سعيدة قوي لأنه الحال العربي الحقيقة متعطش دايما للثقافة والفن وتحديدا طبعا يعني وأنت وأنا بمر طول الوقت كده ما بين فرقة هنا بتعمل بروفا فرقة هنا عامل اجتماع بتسمع ودنك على طول بتسمع يا إما لحن مصري يا إما أغنية مصرية يا إما يتدربوا على يا ليلي يعين حاجات وطبعا الحاجات العربية كلها بديعة التنوع الموجود في مهرجان جرش هو تنوع عربي بين البلدان العربية فأنت ترجع وراء كده وتقول بجد الفن العربي هو سفير للشعوب هو المعبر عن الشعوب وهو اللي بيقرب الشعوب جرش بتبعد عن الأردن حوالي ساعة تقريبا بالعربية وهي مدينة بسيطة جميلة قديمة جدا وكلها طبعا مجموعة من الأثار خاصة المنطقة المحيطة بجرش طبعا هتلاقي الأثار الشكل الروماني أو البطلمي زي ما موجود عندنا في اسكندرية والعواميد والمسارح الشكل الروماني ده الجميل كلها موجودة كما هي يعني هم حتى بيحافظوا على شكل المسارح كما هي يعني دون تزييف بعض الإضاءات بس لتنير الحجر وتخلي شكله جميل الافتتاح طبعا كان بديع وجميل وكان عبارة عن حاجة اسمها سردية أردنية يتكلموا فيها عن الفولكلور والأثار مع جو بقى المسرح مع جو الأصوات الجميلة المطرب واقل الفشني كان في الافتتاح وكان وسعداء بيه كان صوته الحقيقة بيرج المسرح وأنا كنت سعيدة بيه